اذا الجانب الاخر من الرواية تطور علم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اصبح سريعا جدا ويظهر فيه جديد كل دقيقة ويحاول المستخدمون للتكنولوجيا اللحاق قدر الامكان بهذا التطور واقتناء كل ما يظهر من جديد وبالرغم من تأخرنا في مصر بشكل واضح عن رقب صناعة التكنولوجيا الحديثة الا ان السوق المصري لم يعد بمعزل عن استخدام كل ما يظهر من جديد في تلك الوسائل وتعد تطبيقات التراسل المجانية عبر الانترنت احد ابرز وسائل الاتصالات التي احدثت ثورة في مجال الاتصالات حول العالم والتي اتخذها المستخدمون وسائل بديلة للاتصالات التقليدية عبر شبكات المحمول بالرغم من ضعف جودتها في كثير من الاحيان لكنها تعد وسيلة منخفضة التكلفة او منعدمة في بعض الحالات لذلك نجد حالة من الارتباك تنتاب مستخدم تلك التطبيقات كلما صدر تصريح حكومي او تعليق حول احتمالية حجب تلك التطبيقات وهو الامر الذي تكرر اكثر من مرة خلال الشهور الماضية وخلال الساعات الماضية شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بعد انتشار اغبار ومكالمات صوتية بين احدى موظفات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واحد العملاء يستفسر فيها عن حجب المكالمات الصوتية عن تلك التطبيقات وكانت اجابة الموظفة بتأكيد الحجب لبعض المستخدمين صحب انتشار هذه المكالمة شهادات متعددة من قبل بعض المستخدمين لهذه التطبيقات المجانية يؤكدون فيها توقفهم ولجوءهم الى جهاز تنظيم الاتصالات والذي اكد بدوره حجب الخدمة دون اسباب واضحة ومع نهاية يوم الاثنين قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اغلاق باب الجدل في هذا الامر لينفي ما تردد حول صدور قرار رسمي من جانبه لشركات المحمول يطالبهم فيها بحجب المكالمات الصوتية على تطبيقات التراسل عبر الانترنت لكن الجهاز لم يؤكد في تصريحه الرسمي نيته او موقفه الواضح من تلك التطبيقات التي شكل من اجلها لجنة لدراسة تأثيرها على الامن القومي ويظل السؤال الذي يفرد نفسه على المسؤولين عن جهات تنظيم الاتصالات هل تلك التطبيقات تمثل خطورة على الامن القومي لذا تسعى الدولة الى حجبها او تقنينها ام ان الهدف تجاري وسعي للحفاظ على عائلات مشغلة لخدمات الاتصالات في السوق المصري اذا هذه الرواية تعالى شو بقى الجانب الاخر لهذه الرواية اولا خلينا نقرر بمعلومة خلاص ان فيه ناس فعلا تقطع عن هذه القدمات دي فيه كده للمكالمات الصوتية للتطبيقات اللي هي الفايبر والواتساب وحتى الفيسبوك طب خليني ابعد الى جانب اخر للمشهد يوصلنا للكلام عن حكاية المكالمات دي اول حاجة لازم نقر ونتفق جميعا على ان هذا العالم من التواصل التليفوني التكنولوجي ده غير معالم حياتنا الاجتماعي ياخد انت بتقعد في اي مكان مع عائلتك واحيانا تزبط نفسك كده بتبص تلاقي كل العيلة مسكة التليفون المحمول واعدة تبص فيه اللي بيفاتح الفيسبوك اللي بيبعث رسائل على الواتساب اللي بقى فيه عزلة يعني عزلة الاتصالات دي بدى وكاينه تقدم التكنولوجي للاتصالات بدى وكاينه عشان تقرب المسافات والدنيا فقربت البعيد وبعدت قوي القريب بحيث انهنا قعد في اي شلة جماعة مجتمع وشوف انت كل صحابك اللي قاعدين دولا وهما ممكن بعد دقيقتين ما تلاقيش ولا واحد قاعد على الترابيز اللي قام طلع بالمكالمة كده واللي راح ناحت الملكونة يكلم كده واللي جاله اي بيبعث رسالة فطولي هو على قد ما الاتصالات والتواصل ده بدى وكاينه هيخلي العالم يعني قادرين على التواصل مع بعض حياة فككنا 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 بشكل محتاجين نقراك تماعيا ونفسيا وندرسه لانه خد بالك قال عن حاجة في الدنيا الاستخدام المتخلف للتكنولوجيا المتقدمة زي كده ما الارهابيين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي واستخدموا الانترنت واستخدموا احدث التكنولوجيا لضرب وتدمير العلم والعقل فده مشكل ان المجتمع احنا كمان مجتمع ثرثار يعني نكسر من الثرثارة واللغوة والرغي فلما تدي له مقدرات لغوة اكثر ورغي اعلى وسرثارة اكبر ده تبقى انصيبها سودا وده اللي حصل معانا في مجتمعنا المصري والعربي عموما لما اجي اقولك انه تعالى تأمل كده الغارمات قضية الغارمات واللي بيبقى مضيونين الستات مضيونة هتلاقي كتير منهم جدا استرفوا عشان يشتروا محمول لأيالهم او لبناتهم هتلاقي في دراسات حوالين شغف البنات الصغيرات اللي مش لقيين يعني قدر مالي يعني يلبي احتياجاتهم الطبيعية والعادية واليومية قد ايه هم بالنسبة له المحمول اهم حاجة في الدنيا واقتناء وتغيير وكمان ووش المحمول الدنيا علمت علينا الاجهزة دي علمت علينا فلما كل وقت بيعدي تكنولوجيا اعلى وتطور اكبر منه حكاية التطبيقات دي وتقدر تقول هو التطبيقات دي معناها يبال لازم عندك تليفون زكي سمارتفون واحنا كده ها تخيل احنا اكتر دولة في افريقيا عندنا التليفونات الزكية تمانية وستين سبعة وستين في المية او تمانية وستين في المية من تليفوناتنا المحمولة في مصر عندها الاندرويد واللي عندها الايفون ازاي احنا عندنا كام اصلا احنا عندنا يا استاذ سبعة وتسعين مليون خط احنا اساسا يعني معناها انه الرضع الرضع بل الرضع ايه الاجنة في بطون امهاتهم عندهم تليفون محمول لو قسمت عدد السكان يعني الطبيعيين العاديين اللي عندهم يعني قدرة انهم يمسكوا محمول لا يمكن يكون سبعة وتسعين مليون اكتر من عدد الشعب المصري كله لكن احنا سبعة وتسعين مليون مشترك صحيح منهم تمانين في المية كرت وعشرين في المية فطورة الفطورة ده بقى اللي بيقدر يعني يتكلم ويتواصل ويعمل اكتر وعنده حرية حتى فيه برضو فطورة محددة لكن في الاخر الفطورة قرابة من خمستاشر لعشرين في المية انما الكارت ده تمانين في المية يعني معناه اللي هو الطبقات الاجتماعية الاقل دخلا وخد بالك انه وسط التمانين في المية كارت ده في تمانين في المية بيشحنوا بعشرة جنيه بس في الشهر فممكن تكون الارقام السبعة وتسعين مليون دي رقم هائل رهيب لما تتأمل وتقول التمانين في المية من المصريين اللي عندهم كارت بيشحنوا بعشرة جنيه بس في الشهر ده معناه انه هم عندهم رغبة وجود المحمول لقدرة الانفاق عليه فبيكتفوا بقى على طريق كلمة شكرا والرنة والحاجات دي هم قضي حياته بالعشرة جنيه عشان كده ما تزيد نقشي خالص يعني في حياتك في الشارع في بتاع تسأل اي حد اه طب ممكن استخدم تريفون طب ما اتكلمي ولك اصلا ما عنديش شحر مش مشحون يعني اصلا ما عنديش رصيد اصلا بقى ده ده ليه لانه فعلا فيه تمانين في المية من المصريين اللي عندهم كارت بيشحنوا اه عشرة جنيه بس في الشهر وكل المصريين بيدفعوا تلاتين مليار جنيه سنويا للمكالمات التليفونية كتير اوي كتير اوي على مصر لكن قليل اوي على برا النسبة محدودة على لكن لما تشوف التدفع اربعين مليار جنيه على الدروس الخصوصية وتلاتين مليار جنيه على المكالمات التليفونية طبعا فيه مكالمات تليفونية منتجة بتكلم عمال ييجي ويشتغل ومشحون لكن فيه من التلاتين مليار دولة غالى خمسة وعشرين مليار مكالمات كلام فارغ كلام فاضي طيب المحصلة بقى ان المصريين لما جات لهم التطبيقات الجديدة دي بتقدم امتيازات مجانية هائلة منك تبعث رسائل او كمان تتكلم في المكالمات مجانا مكالمات دولية تكلم اخوك اللي في اوروبا ولا اخوك اللي في السعودية ولا في قليج مجانا فاصبح اللجوء الى عالم التواصل بالمجان ده ضخم ومتضاخم لدرجة عشان بس الامور تبقى مفهومة في الجانب الاخر للرواية احنا بنتلقى او بنتصل تليفونات دولية من خلال التطبيقات دي المجانية دي ربعمية وتمانين مليون دقيقة في الشهر طيب المكالمات الرسمية بقى اللي هي عبر الشبكات الاتصالات العادية التليفون المحمول العادي بقى اللي مش مجاني ربعمية وتمانين الف دقيقة في شهر شايف فرد ديه ربعمية وتمانين مليون دقيقة مجاني ربعمية وتمانين الف دقيقة بفلوس ده اللي خلى اه اه حالة من حالات الشكوى والرفض للحالة دي اه من شركات المحمول ومن كمان اه شركة الاتصالات المصرية وجهاز تنظيم الاتصالات ليه لانه بقى واضح ان فيه خسائر بتصق الى 100 مليون جنيه نتيجة المكالمات المجانية دي الخسائر ده حاجة مهمة بالنسبة للشركات فضلا على حاجة تانية مهمة ايضا انه المسؤولين عن انترنت والتواصل في مصر بيقولك انه المكالمات الدولية الكتيرة المجانية اللي بتتحمل دي بتعمل نوع مش زحمة بتخنق شبكة الانترنت فبتساهم في بطقها اكتر مهمة نيلة بطيئة طيب اذا عندنا شكوى اخرى هو الحاجة التالتة عندنا شكوى عامة كده ان ده يضر بالامن القومي يضر بالامن القومي ازاي المكالمات دي ليست تحت سيطرة وصلطة الدولة المصرية اللي هو في مكالمات المفروض تبقى تحت سيطرة وسلطة مش مكالمات الناس حرة اتكلم لها عايزة مينة ويعني المفروض احنا نترائب يعني احنا المفروض احنا نتكلفت نترائب فيه مفرقتين ان احنا بنترائب عشان بس نورطة باطح من برة ومن جوة يعني بمعنى انه فيبر ده نفسه اللي احنا بنتكلم فيه مكلماتنا اللي احنا مجانية وفرحانين بيها ده طبعا تطبيق اسرائيلي مئة في المئة وده تجسس الف في المئة مش بمعنى انه مقرر يتجسس عليك انت الاخ ابراهيم مش عارف ايه 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 لا ومقرر ان انت مكلماتك وحياتك كلها عنده ان احتاجها ان ارادها او يخترع لها ويستخدمها وبالمناسبة كتير لما اللي بيتابع حدسة اغتيال رفيق الحريري في في لبنان يعرف زي ان شبكة الاتصالات اللبنانية كانت مدارة اسرائيليا وهم عندين في اسرائيل يعني الناس مش بيدروها عندهم في لبنان ثم الواتساب والكل الوسائق دي كل اللي اللي ارام يعني ما كتبه سنودن اللي هو عميل الامن القوم الامريكي او الموظف اللي كان فيه وانشق عنه وكتب واعلن عملية الرقابة التي يعني تفرضها امريكا على كل الاتصالات في العالم واللي يقرأ كتابه الحقيقة يدرك ان امريكا تراقب كل شيء وتتجسس على كل شيء وان الفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي دي معمولة مخابرات امريكية تستخدمها تماما بعضها الجيش الامريكي واللي انشأوا الانترنت نفسه ده اختراع الجيش الامريكي لكن عموما يبقى انه كله تحت التجسس ان ارادوا في اي لحظة بالنسبة للمصر المفروض ان التنصت على المكالمات التليفونية طبقا للقانون بمعنى انه اللجوء للمحكمة او للقاضي اللي يسمح لجهاز الامد انه يرائب المكالمات دي اللي هي خاصة بارهابيين او غيرهم او ده لو بنتكلم على سلامة الاستخدام للقانون وده شيء لا يمكن ان تكون مطمئنا اليه مئة في المئة ولا حتى خمسين في المئة انها على اقل بنتكلم على المكالمات اللي لا يمكن ان تستخدم مئة محكمة لازم يكون فيها قرارات محكمة يعني ما يفعش تيجي تقول ده انا سمعت المكالمة دي الا لو انت عندك يعني قرار من المحكمة بحقك انك تتنصت وتسجل المكالمة دي فلما يجي اه اجهزة الامن في مصر او الدولة المصرية تقول انها قلقة تجاه التطبيقات دي لنها ما تقدرش تسيطر عليه ما تقدر لو عايزة ترايب فلان وعلان وترتان من الارهابيين مش هتعرف تجيبهم ليه لانها ده خارج سيطره طبعا يا طرف تجيبهم وانها بتتصنط عليهم بس اشعروا انت مواطفة لكن لكن مش بشكل قانوني بقى له اللي قال لانه مش بتاعتك مش عارف يعني بنلاقي دول عربية زي الامارات وزي السعودية افل اي ده خالص بقى افل التطبيقات دي من اساسها تطبيقات دي مش بقى خطر الامن القومي او ما بتجيبش فلوس او بتاع اقفل حاجة خالص تلاقي الدول امريكا واوروبا بتاخد فلوس على يعني التطبيق ده معك في الواتس اوب ده معك في التليفون فانت بتدفع عليهم حاجة شهرية واستخدمه زي ما انت عايز المأزق هنا انه عندك شركات محمول من حقها تقول ان انا بالطريقة دي بتخسروني وانا استثمارات في البلد اساسا وبعقوا في شركات محمول خسرانة بلها ثلاث سنين وفي شركات محمول لسه يدوب بتستعيد عافية يعني بتخلص الاستثمارات او الفلوس اللي دفعتها في الرخصة لسه السنة دي اذا احنا بنتكلم على حق من حقوق هذه الشركات فضلا على حق الدولة نفسها فيما يمس الامن القومي لكن كمان حق الدولة نفسها فيما يمس الفلوس والاجراء والعائد اللي بيضيع عليها نتيجة استخدام مكالمات مجانية طب عندنا حاجة تانية في الصورة برضو لابد من الانتباه اليها في الجانب الاخر ان الشركات دي اساسا ما لهاش اي ممثل قانوني في مصر ولا كيان قانوني ولا تعرف تكلم مين فين لواتس اوب ولا غيره فبقى اصبح انت كمان مش عارف تكلم مين اكلم مين لما احب اكلم مصر يعني طيب هنا بقى نروح ناخد ناخد بالامر كله وروح لغاية ما نشوف سياستنا احنا ايه في الاتصالات في مصر مفيش اي تقدم حقيقي اقتصادي وتجاري وصناعي ممكن نعمله الا لما يبقى عندنا هذه البنية العظيمة من الاتصالات في مصر ولازم يبقى الاتصالات مسألة قوية جدا ومتقدمة جدا ومتمكنة جدا ولازم بينقصين كده نحب نكره ده موضوعكو انما الحقيقة تقول لنا ان احنا بنتكلم في هذا العالم كله بناء على جهد راجل اسمه احمد نظيف هو هو يعني المنشئ الحقيقي المؤسس الحقيقي لعالم الاتصالات في مصر وكان وزير الاتصالات شطر جدا وكان دور مهم جدا كوزير الاتصالات ومعاه كمان طارق كامل كنوا بقى سياسيا ورئيس حكومة والصورة والبتاع دي قصة تانية خالص اتكلم عن مثال الفنية والتقنية يعني فعشان تعمل دلوقتي اي تقدم من اي نوع بل عشان تمشي في حياتك كده عادي يعني على بابا الله كده ادعي واقول يا رب يا رب شيخ سيد النقشبانت العظيم ماشي بنور الله ادعي واقول يا رب يا رب برقو محتاج الاتصالات في اقتصاد في بنوك في الدنيا طيب الاتصالات دي بقى محتاجة سياسة بمعنى انت عايز ايه بالزبط وهتعمل بالزبط انا بقى قصاد المشهد ده لابد ان اعرب عن اندهاشي واستعجابي واستغرابي واستنكوري ليه انه في مصر ما فيه سياسة الاتصالات بدليل ان كان الوزير خالد نجم وزير الاتصالات السابقة قرر انه تعاون مع الانترنت يقولك انه بالنسبة له فكرة تسعير الانترنت حاجة مهمة جدا ان سعر الانترنت يقل ومن ثم يستطيع الوصول الى دخل اكبر لانه غير الشرع هيتشال وهيزيد المدخول بتاع الانترنت فضلا على توسع استخدامه لانه بقولكوا ده زي البنية الاساسية لاي تقدم اقتصادي او صناعي او تجاري او وعمل اجراءات مشه ده واععد ده وقال ده وعمل سياسات ده والدنيا تقلبت عليه اللي كره واللي رفض واللي موافق واللي مؤيد وفجأة بشو في التشكيل الوزاري وجيه ياسر القاضي جيه ياسر القاضي اول حاجة قالك ايه وزيرت صلاة او اول حاجة قالك ايه انا كان ما يهمنيش تسعير الانترنت انا يهمي جودة الخدمة اه ده كل واحد على مزاجه كل واحد واقعد هو في مكتبه كل واحد حسب مزاجه وحسب اراؤه ولا فيه سياسة لدولة دي وللحكومة دي وكل وزير بيجي بيطبقها وينفزها ويدعمها ويزودها ويعظمها ويأكدها وينجحها في انما انت طول الوقت بتشتغل بطريقة كل وزير جيجي يطلع له مطلوع بتاعه بتاع التعليم يطلع بالمطلوع بتاعه بتاع دي مش عارف التعليم العالي يطلع بالمطلوع بتاعه المنزول بتاعه ووزير الاتصالات يطلع يقول لك حاجة تانية quising اللي كان بقولها قبل كده ويجي الراجل الوزير السابق يقوم اه مغير فلان وإلان فالوزير الجديد يجيب 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 الفلان وإلان نفسهم اللي ميشوا هجيبهم تاني. وبعدين الوزير ال ال اولاني ماشي في سكة وماشي فيها تلت خطوات. فييوم جاي الوزير الجديد راجع بالطلت خطوات دولة سبعة وماشي في شرع تاني لا يا جماعة انتم مقرجوا. دي في السياس الدولة. ده كده مفيش السياس الدولة. مفيش افقه ب 같아요. في اه ام افكار اه ام يعني تطرق على اذهان اه كل خبير يتولى اه وزارته ويعمل فيها اللي هو عايز. ويروح بقى يخنع بيها الرئيس ويصنع بيها الرئيس الحكومة ونمشي بالطريقة دي. الاتصالات مشي في هذا المنطق وبهذا المنطق. وعشان كده مش هنتعدم. في ايه? في البنية الاساسية. خد بالك ان ده بنيا اساسية زي مد الطرق كده. يعني طول الوقت الوم الشابكة القمال والطرق وعايزين واربعة تلاف كيلو بتاع. احنا مش واخدين بالن احنا عندنا تغيير لازم نغير الاسلاك النحاسية دي بفايبر ولازم الياف بصرية ولازم الدنيا تتغير في البنية الاساسية للاتصالات في مصر. حدش تكلم عنها ومحدش يعملها مشروع قومي ومشروع عملاق لانه مش واحد يتبقلوا ان الاتصالات دي والطرق دي والبنية دي يمكن اهم من طرق الرصف والاسفلت. ليه? لانها وراها تنمية. الاتصالات دي وراها تنمية. طبعا لو احنا احسننا التخطيط. نسيبنا الاتصالات دي عشان آآ نتكلم تلاتين مليار جنيه آآ نهزر فيه ونهرق. اذا احنا اقصاد مشهد يقودنا بقى في الاخر الى المكالمات التليفونية الصوتية عبر التطبيقات فيبر وواتس اوب او الفيسبوك انه ده محجوب ولا مش محجوب الدولة مناعته ولا الدولة ما مناعتوش هي الدولة مناعته بس ما منعتوش. يعني ازاي? الدولة اوقفته عنده خطوط بعينه. انما سيبا عنده خطوط كتيرة اخرى بعينها وبودانها وبشعرها طيب الدولة ما طلعتش اي قرار في منع ولا في حجب. والت الامور زي ما هي. لكن تحت الترابيزة عاملة ده يعني هي حجب عنه. ربما اه الا علاقة بخطوط بعينها بمكالمات بعينها او المشتركين بعينهم لاسباب امنية وارد. انما عندنا من ده وعندنا من ده. وما عندناش شفافية ووضوح خالص وما عندناش قرار قاطع. انت هتمنع المكالمات الصوتية ولا تليفونية المجانية ولا مش هتمنع. لكن المؤكد ان ما فيش شجاعة اعلان الموقف ده خالص. والمؤكد انه مش هيبقى حجب نهائي لو حتى الدولة عملته. حتى لو الدولة عملته لن تستطيع انها تقف في قصاد المد الهائل في عملية التقدم التكنولوجي بالاتصالات. ايران عاملها وهي يتم التحايل عليه. السعودية عاملها وهي يتم التحايل عليه. المدهي شيرة كمان ولا حتى هتعرف ترايب ترايب مين ترايب 97 مليون قط. هترايب طبعا ممكن ترايب ناس بعينها. انما وسط عشرات المئات الالاف والملايين دولة امريكا بترايب. طبعا انت وقت تشتري البرنامج اللي بترايب بها امريكا. ودي شركات دلوقتي بتعمله. وبترايب بشكل آلي وبشكل يعني برنامج يسع سعة تخزينية هائلة. وينور لك بقى على المكالمات اللي انت عايزها. الامريكان شغالين كده. واللي يرى سنودن واللي يشوف ما قدمه سنوده من وصائق يعرف كده كويس. لكن المحصلة انه انت قصاد اه اه التلفريات المحمولة ده 97 مليون خط في مصر ده غير حياتنا وشكلها الاجتماعي. وغير شكل علاقتنا كمان. احنا عايشين دلوقتي بنبعث لبعض تليغرافات. وبنشفرين لبعض. وما ننكلمش مكالمات كتير وآآ طويلة. احنا دلوقتي نقدر نبعث لبعض الرسائل. وما نفضلش نتكلم اصلي. نبعث لبعض الرسائل. ونتواصل اه من غير ما اه صوتيا ولا بص في عينك ولا تبص في عيني احس. ونقعد في بقول لكم في اي مجتمع وعود وكده هشوف المكالم في التليفون ويمشي واللي بصص للتليفون وعامل. وتلاقي مصر كلها. انت العايز تلخص دلوقتي الشاباء المصري بالي المجتمع المصري. بالي العائلة المصرية. جيب صورة كده هو. لعشرة مفرقعة دي فعيلة قصاد التليفزيون. ما مش فيش تليفزيون اصلا. وكل واحد بصص في الموبايل بتاعه كده. ومش بصص للمه ولا لابوه ولا الاهله وللاسف ولا حتى لنفسه. نلتقي بعض الفصل.